شاعر لقب بشاعر الفسق والمجون والخمر والغلمان أبغى أسميه أنا ملك المخارج لأنه ما يعارف الشخص هذا كيف عنده قدرة يتلاعب بالألفاظ وقادر يخارج نفسه في كل مشكلة يقع فيها هو الشاعر الحسن بن هانئ أبو نواس أو أبو نواس وكان يكتب أجمل الأبيات والقصائد في معصيته وهو من أشهر أبياته يقول دعي المساجدة للعبادي تسكنها وطف بنا حول خمار اللي يسقينا ما قال ربك ويل للذين سكروا ولكن قال ويل للمصلين وما كان جاهل لأنه أصلا بداية كانت في مجلس العلم واللغة والأدب والشعراء دائما يقول والشيء اللي يقول وين سجن عليه ويتحاكم وين سجن وينخرج خلاص إلينا آخر شيء الناس اللي كانوا جارسين مع الخليفة هارون الرشيد قالوا هذا حل واحد أنه ينقص قالوا هارون الرشيد أنت الآن متهم بشرب الخمر والمجاهرة وحتى كتابة الأشعار والقصائد عنها قال ليه قالوا مو أنت اللي قلت ألا فسقني خمرا وقلي هي الخمر ولا تسقني سرا إن أمكن الجهر قالوا إيه نعم أنا قلت قالوا طيب أهم هذا دليل عليك قالوا بس يا خليفة شفت هذا اللي أنا قلت له ألا فسقني هل شفت يسقيني قالوا والله أنا ما شفته بس أظن أنه أسقاك ولكن ما قلت الكلام هذا قالوا يا خليفة هارون الرشيد يعني بالله بتذبحني بالظن تأخذني بالظن وتقتلني قالوا طيب إذا ما ذبحتك في الأولى بذبحك في الثانية أنت متهم بالكفر علانا بيانا ولا تؤمن باليوم الآخر ولا تؤمن بالجنة والنار قالوا ليش قال مو أنت اللي قلت ما جاءنا أحد يخبر أنه في جنة مذ أمات أو في ناري قال إيه نعم أنا قلت قالوا طيب هذا دليل كمان قالوا يا أمير المؤمنين يعني كلامي صحيح فعلا ما في إنسان قد مات ورجع وقال لنا إيش الحاجة اللي صارت معه طيب يا سيدي صحيح إذا عديت في الأولى والثانية الثالثة ثابتة مو أنت اللي قلت يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدي نعصي جبار السماوات قال إيه نعم أنا قلت قال طب أوضح من كذا ما في هذا كفر قال يا أمير المؤمنين أولا أنا لما قلت أحمد ما أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني الله سبحانه قد حكم علينا من قبل ما تحكم علينا قال يقولون ما لا يفعلون وأنا قلت ما لا أفعل فاستشار الخليفة من حوله قال بالله إيش رايكم هذا مو كفر قالوا إلا كفر وما فيها كلام ولازم ينقص قال يا أمير المؤمنين يقولوا أنا كافر إذا كنت كافر كيف أقول جبار السماوات جابوا عشان يحاكموا ويقصوا ولا لقوا عليه دليل وطلع منها زي الشعرة من العجينة ملكة المخارج وقبلها قد صار موقف وداما نروح لهارون الرشيد ويجلس معه ويسولف فيوم من الأيام راح لهارون الرشيد ويبغى يسولف معه وكذا فلقي إنه هارون الرشيد ما هو فاضيل وخلها زي وزي أي كرسي في المجلس ومشغول بجارية عنده في المجلس أو في القصر اسمها خالصة وقاعد يداعبها ويلعب معها وهدالها عقد فزعل من هذا الموقف ومن إنه تم تطنيشهم وقبل ما يخرج كتب بيت يقول قد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة طبعا يسقط على خالصة إنها مي حلوة وإنه أعطاها عقد كثير عليها وكذا ويوم خرجت قرية البيت هذا زعلت وبكيت وراحت لهارون الرشيد وورت البيت وقالت كيف يقول عني كذا وكيف فزعل هارون الرشيد وقال جيبوه فعلا راح وجابول موب غريبة عليه لأن داما مصائبه كثير قال له هارون الرشيد أنت كيف تقول الكلام هذا قال له أي كلام قال كيف تقول قد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة قال أبدا يمكن بس عندك لبس في موضوع الحرف غير حرف واحد قال أنا قلت وكتبت قد ضاء من الإضاءة قد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة طبعا هارون الرشيد ما شاهلوا وكافأوا مو كافأوا على أنه والله مصدقوا أنه والله كان في لبس في الحرف وإنما كافأوا على حسن تصرفوا في هذا البوقف توف أبو نواس وفي ذلك الفترة كان الإمام الشافعي موجود فطلبوا من الإمام يجي صلي عليه ورفض بحكم السمع السيئ عن أبو نواس وهم جاءوا يغسلوا جردوا من ملابسه وكانوا يطلعوا الأشياء اللي فجيبوا فليقيوه كاتب كلام جميل جدا يقول يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن أعفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم يقال لأنه في نهاية حياته تاب وعاد لربه وقصة أبو نواس تعلمنا أنه إحنا ما نحكم على أحد يقول مصطفى العقاد بأنه من خلال قصة أبو نواس وجد أنه هذا الشخص ما قد أشرك ولا قد ضر أحد في حياته هو بس معاصي لنفسه ما لي وما للناس إن مالوا وإن عدلوا ديني لنفسي ودين الناس للناس